دعت رئاسة الجمهورية كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لبدء حوار فوري وحل المشاكل العالقة بين الطرفين كما شددت على ضرورة جراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في موعدها الدستورية ذلك بعد اجتماع عقده رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع نائبيه نوري المالكي وإياد علاوي بحث خلالها أو خلاله آخر المستجدات السياسية والأمنية وملف الانتخابات والموازنة العامة كما شدد على أهمية بذل الجهود لحل كفة المشاكل بين الأقليم وبغداد بما يحقق الوحدة الوطنية وضمان الحقوق والحريات فيما تم التطرق لملف النازحين وسبل إعادتهم إلى مدنهم المحررة وإعادة أعمار تلك المدن